موسيقى حضران كريم يسرنا الآن دعوة سعادة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لإلقاء كلمة المكرمين فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم اسمه الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتون وليعهد دبي رائع الجائزة أستاذ الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيّة بتشرف جدا لنكون بين حضراتكم المهاردة بهذا مكان الحقيقة الرائع والمبهر إكس مو حاجة تتواصل العقول لصنع المستقبل ولتسلم هذه الجائزة مرموقة ومعي نخمة من مختلف دول العالم ستكون الجائزة بلا شك حافزا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله وقد ساعدته أن أكون متحدث بالنيابة عنهم جميعا لا شك أن الجوائز والبطولات والميداليات تعطي للرياضيين الدافع للمزيد من التقلق والتطور والإنجاز وحين تحمل الجائزة اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن مكتوم فإنها ستكون أكيد أكبر وأروع لأن قيمتها ومكانتها تأتي من اسم ومكانة صاحبها شكرا لكم على إطلاق هذه الجائزة كبيرة التي تهدف لتطوير الرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم وسكرا على هذا التقدير والتكريم وأتمنى أن تتواصل رحلة الإبداع والتقلق الرياضي في جميع النادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل الآن إلى فئة المؤسسة العربية تذهب من نصيب النادي الأهلي للرياضة البدنية من جمهورية مصر العربية يتسلم الجائزة سعادة محمود الخطين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن المبادرة المتميزة المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي والتي شاملت عدة جوال من الابتكار واستشراف المستقبل اشتركوا في القناة